بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح الجزء التالت في شبطر 3 من منعج المساحة هنتكلم النهاردة على كيفية رفع باستخدام القياسات الطولية فقط لما باجي رفع قطعة أرض باستخدام القياسات الطولية فقط باجي القطعة الأرض اللي عندي دي تؤسمها إلى مجموعة من النقاط وبعدين بقسم الجزء دوة إلى مجموعة من المسلسات ليه مسلسات بالذات يوم يقولي المسلس هو الشكل الهندسي الوحيد اللي يمكن رسمه باستخدام أطواله فقط يعني لو أنا عندي مسلس ABD عرفت أطوال أضلعه L1 وL2 وL3 أقدر أرسم المسلس بشكله الحقيقي بغض النظر عن الزوايا الداخلية فيبقى أنا باجي أختار مجموعة من النقاط هذه النقاط تكون لي فيما بينها مجموعة من المسلسات طيب لما باجي أختار النقاط دهية احنا اتفقنا النقاط اللي أنا هختارها دي أهم حاجة فيها إن كل نقطة نقطة A وB وC وD وهكذا كل نقطة من دول لازم يتحقق فيها شرط مهم جدا إن النقطة دي تشوف النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها زي نقطة B وE طيب هل ده بس الشروط يوم يقولي لأ المضلع اللي انت بتختاره ده كل ما كان عدد أضلعه أقل كل ما كان أحسن ليه؟ لأن كل ما كان عدد الأضلع أقل ده معناها أن الأرصاد بتاعتي أقل وكل الأرصاد اللي احنا تفنع نعملها لازم هيكون فيها نسبة أخطاء وبالتالي أنا بقلل الأخطاء اللي عندي فأنا بيقولي أول حاجة هذه الخطوط تكون أقل ما يمكن نمرة اتنين أطول ضلع فيهم أنا أفترض مثلا إنه هو إيه دوت ده بيعتبر البيزلاين أو خط قاعدة الحاجة التالتة بيقولي لما بتيجي تختار المسلسات اللي هتطلع لي هنا الزوايا الداخلية دي يجب إنها تزيد عن 30 درجة وتقل عن 150 درجة ليه حط الشرط ده؟ لأن النسب المسلسية للزوايا الصغيرة التغير فيها سريع جدا وبالتالي أي خطأ في الزوايا الداخلية ديت لو هي أقل من 30 درجة أو أكبر من 150 هتغير لي خالص في الحسابات عشان كده بنقول الزوايا الداخلية ديت للمسلسات اللي أنا هختارها تبقى أكبر من 30 وأقل من 150 الحاجة التانية أنا اخترتها وقسمتها إلى مجموعة من المسلسات المسلس واحد اتنين تلاتة يبقى معنى كده عارف ترسي من الشكل دوت بالمسلسات يقول لي تعالى بقى زي خط من C إلى I أرصده برضو ليه؟ دوت باعتبره تشيك لاين خط تحقق إيه خط التحقق دوت الخط دوت أنا إسته زيادة هو مش هيفدني في أي حاجة في الرسم لكن هاجي أجيب طوله من على اللوحة وقرنه بالطول اللي موجود في الطبيعة يوم يقول لي هل أنت الأرصد بتاعتك دي سليمة ولا فيها حاجة طيب اخترت المضلع واتحقق فيه كل الشروط اللي احنا قلناها إن الزوايا أقل من 150 وأكبر من 30 وقسمت الشكل بتاعي إلى مجموعة من المسلسات وكل ده طلع سليم طيب وبعدين يقول لي وبعدين لما تيجي تعمل رفع بقى هذه المضلع اللي عندي واتحققت فيه كل الشروط اللي احنا اتفقنا عليها لو افترضت هنا فيه مبنه عشان ارفع المبنى ده واتحق من المقطة دي واسخة عمودي كده على التشين لاين ومن هنا واسخة عمودي على التشين لاين بيقول لي طول الأعمدة دي كل ما كانت صغيرة كل ما كانت أخذ يعني خطوط السيرفي لاين دي تكون قريبة من المعالم اللي انا هرفعها عشان العمودي دوت اذا كان فيه خطأ في الزاوية ما تلحقش تظهر في المسافة الصغيرة هي تظهر امتى في المسافات الكبيرة عشان كده نمرت اف دي بيقول لي لما تيجي تختار طول الأعمدة يكون أقل ما يمكن آخر حاجة بيقول لي الستيشنز دي تتحقق فيها الشرط اللي قلناه في الأول اللي هي كل نقطة تشوف النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها ده على الأقل نيجي بعد كده طيب أنا هرفع باستخدام القياسات الطولية فقط يا ترى ايه هي مصادر الأخطاء في القياسات أو الرفع باستخدام القياس الطولي فقط اللي هي يقول لي فيه تلت مصادر للأخطاء أساسية المصدر الأولاني مصدر الانسترومنت نفسه الجهاز نفسه شريط التيب نفسه يكون فيه خطأ عند التيب هو ده الزيرو ده العشرة متر مثلا وهو فيه أقل من العشرة متر بعشرة سنتي ففيه عشرة سنتي هنا موجودة في التيب دوات فده بنسميه أو خطأ ناتج من الجهاز فيه بعد كده خطأ ناتج من الطبيعة نفسه حررتك تقول لي يعني ايه اقولك يعني انت ابتديت كده من نقطة ايه عشان تروح لنقطة بيه ابتديت الساعة 7 الصبح فكانت درجة الحرارة معقولة وبالتالي الشريط ما تأثرش بيه التمدد والانكماش تنك شغال لغاية الساعة واحدة ظهرا من الساعة 12 او من الساعة 11 كمان للساعة واحدة درجة الحرارة بتبقى عالية قوي لان الشمس تقريبا بكون في منتصف السماء وبالتالي الجزء دوت الاخير دوت الشريط تأثر بيه درجة الحرارة العالية ديت فحصل له تبدد نتيجة درجة الحرارة العالية هذا الخطأ اللي هينتجلي فيه المسافة كلها ده نتيجة خطأ نتيجة الطبيعة اللي أنا شغال فيها وممكن درجة الحرارة تبقى أقل زي ما موجود في الاسكيمو ودول اسكندنافية درجة الحرارة بتبقى أقل بتبقى بالماينوس وبالتالي هيحصل له مكماش النوع الثالث من مصادر الأخطاء مصادر الأخطاء الشخصية يعني ايه مصادر الأخطاء الشخصية يعني الشريط أنا قصت بالشريط والرجل اللي قاس كده المسافة جتنا بين الصنط رقم واحد والصنط رقم اثنين المسافة دي هو أقدرها اتنين ميلي غيره ممكن يقدرها تلاتة ميلي غيره ممكن يقدرها واحد ونص ميلي وهكذا فهذا الخطأ يسمى الپيرسونل ايرو يبقى أنا عندي في الرفع المساحي باستخدام القياسات الطولية فقط أو باللينيار ميجرمينس تلات مصادر رئيسية للأخطاء أخطاء ناتجة من الأجهزة المستخدمة أخطاء ناتجة من الطبيعة أخطاء ناتجة من الشخص نفسه اللي بيعمل الأرصاد بتاعتي طيب الشريط بقى لنتيجة ان هو مواس سليم احنا عدنا فيه أخطاء ناتجة من الانسترومنت والانسترومنت الوحيد اللي هستخدمه هو الشريط أو الكروس السطاف أو أي وسيلة تجيب لي زوايا طيب الشريط بقى نمسك التيب لوحده أو التيب زي ما بتسموه من البي لو الشريط ده بقى ساعة التصنيع هو 20 متر وساعة التصنيع هم صنعوه 19 متر بوينت 980 إذن هيفضل فيه خطأ ثابت قدره يساوي 0.02 من 100 متر ده خطأ هذا الخطأ بنسميه systematic error وقدر أجيبه عن طريق بنعمل حاجة اسمها standardization للشريط أو معايرة الشريط ققدر أعرف الخطأ فيه وهل هو بالpositive أو بالnegative طيب لو جيت قلت أنا عندي اللي هو الطول الحقيقي اللي أنا مش عارفه يساوي المسافة اللي أنا استهى زائد أو ناقص مقدار التصنيع والتصنيع ده أجيبه منين اتفقنا إن أنا بعمل ما يسمى بالإيه بالstandardization للشريط أو معايرة للشريط بيقول لي الcorrection بيساوي ايه ناقص بي على بي في المجد ايه هي ايه و ايه هي بيه يوم يقول لي الشريط اللي نحن بنروح نشتريه من من الشركة أو مثال عليه لو حارتك بتروح تشتري مصطرة من المكتبة بتقول له والله أنا عايز مصطرة 20 سنتي أو مصطرة 15 سنتي أو مصطرة 30 سنتي الاطوال دي بنسميها الاطوال الاسمية لوسيلة القياس ليه لأن حارتك لو خدت المصطرة 30 سنتي أو 20 سنتي أو 15 سنتي وجيت عيرتها بمصطرة تانية أضق شوية ممكن ال20 سنتي دي تطلع 19.98 زي ما اتفقنا سنتيمتر فده بنسميه الطول الفعلي للشريط أو الطول الحقيقي للشريط يبقى أنا عندي طولين للشريط طول يسمى الطول الاسمي اللي هو النومينال تيب وطول يسمى الطول الفعلي اللي هو الأكترال تيب اللي هي الأيه فالطول فمعنى كده قيمة الCorrection للمسافة تساوي الطول الفعلي للشريط ناقص الطول الاسمي للشريط على الطول الاسمي للشريط في المسافة المقاس ده يديني مقدار التصحيح مباشرة والله إذا تلع موجب هجمعه على طول المقاس إذا تلع سالب هتراحه من الطول المقاس ده أول حاجة طيب تاني تصحيح تصحيح خاص بالبول نيجي بقى لليه احنا اتفعنا خطأ نتيجة الانسترومنت اللي هو زي الشريط اللي فوقه صححناه نمرت اتنين لو حضراتكوا فاكرين تاني النوع من مصادر الأخطاء الأخطاء اللي جايالي من الطبيعة نفسها زي قوة الشد أنا جيت صنعت شريطه هو طوله عشرين متر وكان قوة الشد اللي تنشن ساعة التصنيع كان مثلا تساوي عشرين كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع طيب لما جيت ايس لما جيت ايس في الطبيعة البشمانسين اللي استخدموا الشريط دو زودوا الشد شوية وما مش عارفين فزودوا الشد شوية بدل ما عشرين خلوه خمسة وعشرين الخمسة وعشرين دي عملت ايه؟ عملت الاستطالة في الشريط نتيجة الشد الأعلى وبالتالي انا بجيب قيمة الكورريكشن فور بول بيساوي L اللي هي المسافة المقاصة مضروبة في B ناقص B نوت على ال A في ال E ايه بقى ال B وال B نوت ال B هو الشد أثناء القياس وال B نوت الشد أثناء المعايرة ال A ال Crossection Area الخاص بالشريط ال E ال E ال E بتاع الشريط معامل المرونة للشريط ده يديني مقدار التصحيح نتيجة البول يجي يقول لي طيب فيه تصحيح تاني نتيجة التمبريتشر اللي هو درجة الحرارة C T تساوي ألفا مضروبة في T measured ناقص T O مضروبة في L ألفا اللي هي معاملة التمدد والإنكماش وده بييجي نتيجة درجة الحرارة معاملة التمدد والإنكماش مضروبة فيه درجة حرارة درجة الحرارة أثناء القياس ناقص درجة الحرارة أثناء التصنيع مضروبة فيه الطول المقص ده يديني مقدار التصحيح الخاص به درجة أو التغير في درجة الحرارة نمر الثلاثة الساج كوريكشن إيه الساج ده بقى؟ أنا دلوقتي عايزة إيس مسافة من A ال B وعايزة أضمن إنها أفقية تمام فجيت حطيت support كده عند نقطة A وحطيت support عند نقطة B وضمنت إن ده أفقي تماما نتيجة وزن الشريط بيحصل حاجة اسمها الترخيم أو الساج كوريكشن أو الساج بيحصل باكلينج كده أو انبعاج لأسفل كده نتيجة الوزن لأسفل تصحيح الساج ده طبعا هنا المسافة هتبقى أطول من المسافة المباشرة يعني أنا لو قصت المسافة دي على الكيرف ده هتطلع أطول من ده فالساج كوريكشن بيساوي W سكوير اللي هو الوزن تربيع مضروف فيه الطول المقاس على 24 فيه بي ودايما الساج بيطرح يعني ملهاش حل تاني يعني عمر الساج ده ما هيجي بالنقص الجدول ده حطت فيه جميع الرموز اللي احنا استخدمناها فيه القوانين اللي فاتت البيه المقصود بيها القوة الشدة أثناء القياس الـ E الـ Area of Cross-section of the tape in centimeter الـ E الموديلس of elasticity of the tape L الميجرد لنس in meter الـ Weight أو الـ W Total weight of the tape الوزن الكل للشريط أحيانا بيجي يقول لي وزن المتر يساوي مثلا 3 كيلو جروم طيب ده وزن المتر أنا مستخدم شريط طوله يساوي 20 أضرب الكلام ده في 20 يديني الوزن الكل للشريط المين temperature during measurements متوسط درجة الحرارة أثناء القياس التينوت اللي هو درجة الحرارة أثناء التصنيع أو الـ Temperature of Standardization Alpha اللي هو معامل التمدد والانكماش بالنسبة للخامة اللي أنا صنعت منها الشريط ترجمة نانسي قنقر